عبر نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعمه لكييف في مواجهة ما أسماه بالاحتلال الروسي لأرض أوكرانية واتهم بايدن في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوكراني روسيا بمواصلة عدواني على أوكرانيا محذرا من أنها ستدفع ثمنا باهظا جراء ذلك اليوم روسيا تحتل أرضا أوكرانية دعني أكون واضحا للغاية الولايات المتحدة لا ولن تعترف أبدا بمحاولة ضم روسيا لشبه جزيرة القرمة نائب الرئيس الأمريكي حث أوكرانيا على العمل لمحاربة الفساد لكن في المقابل أمامكم أيضا معركة معركة تاريخية لمواجهة الفساد أوكرانيا لا يمكنها أن تتحمل أن يفقد المواطنون الأمل مجددا نواب البرلمان الأوكراني أشهدوا بخطاب بايدن لسيما تجديد على استحالة اعتراف الولايات المتحدة بضم روسيا للقرمة أن هوبكو النائف في البرلمان الأوكراني تقول لقد ذكر الأوليغاركي الذين يستغلون النظام القضائي الآن ولا يدفعون الضرائب وأيضا الأشخاص الفاسدين داخل الحكومة والبرلمان الذين يفكرون فقط في مصالحهم الشخصية بدلا من مصلحة البلاد أما يوليا تيموشينكا فتقول إن الولايات المتحدة لن تقبل بضم روسيا للقرمة هذا هو الجزء الأهم في الخطاب بالنسبة لنا نحن نأمل ونتمنى أن تعود القرم إلى أوكرانيا في المستقبل القريب إذن الولايات المتحدة تقدم دعما قوي لأوكرانيا في الأزمة مع روسيا لكن في الوقت نفسه تطالب أوكرانيا ببذل المزيد من الجهود لمحاربة الفساد هكذا يقول مرسل قناة يورو نيوز في كييف سيرجيو كانتوني يورو نيوز كييف